بسم الله الرحمن الرحيم دشن الأخ محمد على الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في صنعاء فعاليات يوم القدس العالمي بحفل استقبال لأبناء فلسطين في بلادنا بحضور أعضاء اللجنة الثورية العليا ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وقيادة السفارة الفلسطينية وممثلية المنظمات الفلسطينية في بلادنا ونبه رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أن ما يحصل من هجمة على الشعوب العربية والإسلامية يأتي لصرف نظرها عن القضية الحقيقية والمركزية المتمثلة في القضية الفلسطينية ودعا رئيس اللجنة الثورية الدول التي سارعت للتطبيع مع إسرائيل إلى مراجعة مواقفها وإعادة الأمر إلى الشعوب للإستفتاء وهو ما ندعو إلي أيضا تركيا أن تستفت الشعب التركي في التطبيع مع إسرائيل وأن تعدل عنه وأن ما ترى غير صائب هو في الاستمرار في التطبيع خارج رغبة الشعوب التي نتمنى أن تستيقظ نحو القضية الفلسطينية وأكد أن لا أحد يستطيع أن يزايد بقضية فلسطين وأن الدافع الأساس لدى كل يمني هو أصالة القضية الفلسطينية التي تجري في عروق كل يمني رغم ما يعاني أبناء اليمن من عدوان وحصار أحد أركانه رفض اليمني للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وأضافة سنعمل معكم وسنقدم كل ما نستطيع من أجلكم ومن أجل قضيتكم العادلة ونحن مستعدون للتعاون والجلوس دائما معكم والنقاش فيما يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية والتحرك من أجلها رغم الحصار والعدوان والثقة كبيرة لدينا في الشعب الفلسطيني الذي يملك القدرات والمواهب والعقول المستنيرة وأعتقد جازما أن الكوادر الفلسطينية قادرة على مواجهة مشاريع التفتيت ومشاريع إشاعة الكراهية والطائفية التي تضر بالأم من أجل إضعاف جبهة مواجهة إسرائيل وأكد رئيس الثورية العالية على أهمية أن يكون للقيادات الفلسطينية صوت عال يوصل الأفكار والمعلومات ويشرح الواقع والمؤامرات الأمريكية التي تستهدف وحدة الأمة وأن يقوم الأشقاء الفلسطينيون بالدور التنويري ورفع صوتهم برسالة الوحدة والألفة والأخوة والابتعاد عن الشعارات الزائفة التي بددت القدرات والجهود والدماء والأرواح وأشار إلى نظرة الأعجاب التي ينظر بها الجميع إلى مشاريع المقاومة في فلسطين وروح الاستعداد الدائم وأثر في عادة روح الأمة وكرامتها والشعور العميق بأثر الحصار والدمار المباشرين بعدما تعرضنا له طوال الفترة الماضية ولا زنا هذا فيما نقل القائم بأعمال السفارة الفلسطينية هاني عويضة تحيات الشعب والقيادة الفلسطينية إلى قيادة الثورة والشعب اليمني وقال إن أحياء هذه الفعالية في اليمن يؤكد على أروبة القدس في قلوب أبناء اليمن الكرام الذين يقفون دوما إلى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبه العادل لنيل حريته وحق العودة والاستقلال ترجمة نانسي قنقر